مصر هيبت النيل مقولة قالها المؤرخ اليوناني المشهور هيريدوت من زمان جدا وارتباط المصريين بالنيل شيء لا يمكن وصفه النهار ده هنتمشى ونتجول على كورنيش النيل في الجيزة والقاهرة من شارع البحر الأعظم وامتداده بشارع النيل لغاية ما نوصل بيدان الجلاء فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر البرز عشان يجي لك جديد جولتنا ورحلتنا أول بأول ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا النهار ده حنبتدي جولتنا النهار ده من فوق الطريق الدائري يمكن عايزين نقول ان مصر فيها أكتر من دائري فيه الدائري القديم اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي وفيه كمان الدائري الأوسطي وفيه الدائري الإقليمي الطريق الدائري تم افتتاحه سنة 2005 وكان التنفيذ بدأ سنة 1986 يمكن الدائري بيربط تقريبا كل أحياء القاهرة والجيزة والجزء اللي احنا ماشيين وكنا ماشيين فيه دلوقتي هو دائري المونيب وبيتم تطوير كبير في الجزء ده وحيكون تقريبا تمن حارات وحيخلص قريب جدا هننزل بقى من احنا تلوقتي في منزل الطريق الدائري اللي حيربطنا مباشرة بشارع البحر الأعظم اللي حنتمشى فيه النهار ده وحنكمله بامتداده كده في شارع النيل لغاية ما نوصل لميدان الجلاء يمكن فيه جزء من شارع البحر الأعظم كان ورانا لكن هو يمكن جزء مش هنعدي عليه وهو جزء صغير يعني كده احنا عدينا كده الطريق الدائري بقى فوقينا وحنكمل طريقنا كده في شارع البحر الأعظم كنا شايفين اعمال التطوير اللي بتتم فيه بعض الكباري هو منزل الدائري كمان وبيتم عملية تطوير كبيرة برضو في المنطقة دي عشان زي ما قلنا يتوسع الطريق الدائري ويتعمل منزل ومطلع تاني للطريق الدائري كده احنا بقى ماشيين في عمق شارع البحر الأعظم شارع البحر الأعظم يعني اللي احنا ماشيين فيه يعتبر من أشهر الشوارع في محافظة الجيزة يمكن الشارع مش طويل قوي لكن الأبراج اللي احنا شايفينها دلوقتي على ايدينا الشمال اللي بدأت تظهر دي يمكن اسمها أبراج الخليج وفيه محطة تحليت جزيرة الدهب هتبقى على يميننا هي محطة ميات جزيرة الدهب دي موجودة على ايدينا اليمينة وفيه يمكن كل اليمين ده هو اليمين ده مفروض انه كورنيش النيل زي ما احنا ماشيين كده لكن يمكن هو متغطي للأسف ببعض الأصوار لأن معظم الجزء اليمين ده فيه نوادي كتير جدا وفيه قاعات أفراح ما تعدش يعني فيه قاعات أفراح كبيرة جدا وكتيرة جدا فيه شارع البحر الأعظم الشارع اللي علاقدينا الشمال ده اسمه شارع كولدير هو من الشوارع الرئيسية والمشهورة وعاديه شارع الوحدة وطول ما احنا ماشيين كده هنشوف أسماء الشوارع اللي موجودة فيه شارع البحر الأعظم زي ما قولنا هو شارع من الشوارع المشهورة والمهمة اللي بتقطع محافظة الجيزة هنمشي كده وبعد شوية كده هنقابل فيه طريقنا القرية الفرعونية يمكن هي من أشهر المعالم اللي موجودة في شارع البحر الأعظم القرية الفرعونية دي يعني كانت بالنسبة للأنشأها كانت حلم وبعدين أصبحت موجودة فعلا على أرض الواقع هيبقت علي منا هي القرية الفرعونية وده المدخل الرئيسي للقرية الفرعونية وعلى شمالنا شارع فرحات كانت محطة توتل دي كانت أول محطة للغاز تتعمل في مصر على شمالنا دلوقتي شارع 6 أكتوبر القرية الفرعونية اللي احنا لسه معدين من عليها دلوقتي مكان حتقدر تشوف فيه قدماء المصريين وعيشتهم وحياتهم وتتعرف على تاريخهم ودولتهم كانت عاملة ازاي المكان ده بيجسد فعلا حضرتنا العظيمة بكل الجمال بقى والعظمة والعراقة اللي موجودة فيها المكان عبارة عن مساحة ضخمة على النيل وعبارة عن متحف حي والمكان اللي فيه القرية الفرعونية اسمه جزيرة يعقوب اللي أنشأ القرية الفرعونية دكتور اسمه دكتور حسن رجب سنة 1974 زرع فيها 5000 شجرة من النخيل والبلح والجميز وحط فيها بقى مجموعة من النباتات الندرة وفيه سنة 84 افتطحت القرية الفرعونية وبعد نجيه بعد كده ابنه الدكتور عبد السلام وزود بقى عدد المتاحف الموجودة داخل القرية الفرعونية شكل النيل من القرية الفرعونية أدعوكم أنتم تقول لكم تزوروا القرية الفرعونية مكان حتستمتع فيه جدا ومكان جميل جدا لأن شكل النيل من هناك طحفة هناك بتركب مركب كده وبيخدك في جولة بتسمع فيها تسجيل صوتي وبتشوف القدماء المصريين فعلا وهم بيمرثوا طبعا يعني اللي بيمثلوا القدماء المصريين وهم بيمرثوا طقوس الحياة الطبيعية اليومية اللي كان بيعملها القدماء المصريين فيه نموذج بقى مقابرة توتا عن خايمون وفي نموذج لبعض المعابد التانية احنا كده مكملين طريقنا في شارع البحر الاعظم وبعدين مباشرة كده هنروح دخلين بقى على نفأ اللي بيعدين على كبري اعباس وبيبتدي بعد النفأ ده مباشرة شارع النيل زي ما قلنا في شارع القرية الشارع البحر الاعظم دلوقتي مكتبة البحر الاعظم على ايدينا الشمال اهي وبعدينها مباشرة شارع المحطة زي ما قلنا في نوادي كتير جدا في الشارع ده وفيه قاعات للأفراح كتير جدا زي نقابة المهن التمثيلية ونقابة المعلمين ونادي الجيزة ونادي النقل العام ونادي الاطباء ونادي المهندسين مباشرة جدا من النوادي على كورنيش النيل وفيه اه كمان اه في شارع النيل اه نادي الكشافة البحرية والنادي الدبلوماسي وحدد كبير جدا من المراكب النيلية اه يمكن المنطقة اللي عدين عليها كان فيه منطقة عدين عليها اسمها اه سايد ميكي فيه في الشارع زي ما عدينا كده على محطة التحلية في جزيرة الدهب وفيه كمان جزيرة القصية احنا كده تقريبا انتهينا من الجزء الخاص بشارع البحر الاعظم وحننزل كده في النفق اللي احنا شايفينه دلوقتي ده وحيبقى فوقينا مباشرة كبري عباس ويمكن نفق كبري عباس والكبري اللي قدامنا دلوقتي اللي ما عديه عليه العربيات فوق ده هو كبري عباس طبعا هو من الكباري المهمة جدا ممكن تسترجع حلقة كباري النيل وشرحنا كبري عباس وعدنا عليه وتفرجنا عليه بشكل كبير في حلقة كباري النيل موجودة على القناة يمكن شارع البحر الاعظم زي ما قلنا ما كانش طويل زي ما احنا شفنا وخلاص كده بدأنا في شارع النيل بصراحة شارع جميل جدا هنتمشى بقى على كورنيش النيل كده ونتفرج على الناس اللي بيعملوا رياضة في الوقت المبكر ده من الصباح أنا دايما بحاول ان انا اصور في وقت مبكر من الصباح عشان نقدر نتفرج فعلا على جمال الشوارع لان لو صورت في الزحمة هنقف كتير ومش هيبقى فيه استمتاع برؤية الشارع بشكل واضح كده بقى النيل واضح هو فيه تطوير حصل كبير على كورنيش النيل هنا شارع كان شارع ده الدكتور سليم حسن كان فيه مجموعة من المعلومات بعد مباشرة فيه شارع الشاعر الكبير احمد شوقي وبعد الشارع فيه مدحف احمد شوقي وبعد مدحف احمد شوقي فيه وكالة الاخبار العربية فيه مجموعة زي ما شايفين كده من الناس بيعملوا رياضة الدرجات بيمرسوا رياضة الدرجات بعد كده شارع ابو شمر في شارع النيل شارع النيل ده فيه مجموعة كبيرة جدا من المعالم يعني اه يعني حدس ولا حرج فيه صفرات وزي ما احنا شايفين متاحف وفيه فنادق ويعني اهو الفندق الفيور سيزنز على اه 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 ادينا الشمال اه 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 ده فرع تاني للفندق وموجود اه اه مكملين طريقنا في شارع النيل هيقابلنا شارع محمد فؤاد عبد الباقي ومجموعة كبيرة جدا من الشوارع المهمة اه اللي بتتفرع من شارع النيل شارع ابن سينة وفي مجموعة هي من المعلومات عن ابن سينة العالم والطبيب المسلم المشهور جدا اللي تشهر بابو الاطباء اه يمكن اه بنستمتع فعلا الشوارع اللي على كورنيش النيل دي بصراحة ممتعة جدا بقدر لكم كلكم انكم تزوروا الشوارع دي وتتمشوا على النيل وتستمتعوا بمعالم بلدكو يعني بلد بلدنا جميلة جدا بس عايزة الناس اللي يبقى عندها الحس اه والاحساس بالجمال والروعة اه يمكن الكبري اللي فوقينا دلوقتي هو كبري الجامعة والشارع اللي على قدنا الشمال ده اسمه شارع ابن مالك هيطلعنا على ميدان النهضة اه واجمعة القاهرة اه دلوقتي احنا كده اه شارع اللي على شمالنا دلوقتي اسمه شارع احمد نسيم اه المعظم الاندية اللي موجودة على النيل في الجزء ده هي مقاندية تتبع لرياضة التجديف يعني معظم اللي بيمارسوا رياضة التجديف كانوا اعضاء فيه او بيمارسوا رياضة التجديف عن طريق الاندية اللي موجودة على ايدينا اليمين دلوقتي اه في شارع النيل اه شايفين بقى احنا واشنطول ما احنا ماشيين كده بنتفرج على اسماء الشوارع الناحية الشمال اللي بتقطعنا على شارع النيل وهو كان فيه شارع اليمن وبعده شارع الطحوية وهو زي ما احنا شايفين ادينادي المقاولين العرب للتجديف ورياضة جميلة جدا وكان عندنا بطل اللي هو علي ابراهيم كان بطل من ابطال التجديف المصريين المشهورين جدا بعد جده فيه شارع كامل واصف ومتكملين طريقنا لغاية ما نوصل لميدان الجلاء في نهاية رحلتنا النهاردة في شارع البحر الاعظم في شارع النيل اللي على شمال دلوقتي اصر الملكة فوقية وفيه كان فيه مجموعة من المعلومات عن الملكة وبعديها مباشرة فيه مدحف محمود محمد محمود خليل وهو برضو من السياسيين والفنانين الكبار المصريين وبعد كده كان شارع كافور وكان فيه مجموعة عن كافور الاخشيدي موجودة في الصورة اللي كانت قدامكم يمكن الشارع زي ما احنا شايفين كده فيه مجموعة جبيرة جدا من المعلومات هو كان فيه شارع ابن الاخشيد وعليمنا دلوقتي نادي التجديف المصري كان فيه نادي المقاونين العرب وبعده فيه نادي التجديف المصري ومازال فيه جزء كبير من الناس بيمارسوا رياضة الدراجات بالذات على كورنيش النيل وفي الشارع الجميل جدا اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي رحلتنا النهاردة فيه شارع البحر الاعظم اتمنى انتوا تكونوا استمتعتوا بيها اللي ممكن على شمالنا هو فندق شيرة القاهرة اللي واخد ناصية فيه ميدان الجلاء احنا كده فعلا وصلنا لميدان الجلاء وحددخل من ميدان الجلاء مباشرة اهو بقى في وشينا كده شارع كورنيش النيل اللي بيوصلنا لمنطقة العجوزة والكيتكات وممكن منها نوصل لمنطقة المهندسين برج القاهرة على شمالنا هو وبقينا ماشيين على كبري الجلاء اتمنى ان رحلة النهاردة تكون عجابتكو وتكونوا اتمشيتوا كده على كورنيش النيل وان شاء الله هنكرر تمشيتنا على كورنيش النيل في كورنيش النيل في المعادي وكورنيش النيل في اتجاه شبرة وفي اتجاه رود الفرج علي منا هو نادي القاهرة الرياضي وبعدين مباشرة فيه مدحف محمود مختار صاحب تمثال نهضة مصر المشهور اه يعني زي ما بقول اتمنى رحلتنا النهاردة اه تحوز كانت عجابتكو لو عموما عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك جديد جوالاتنا ورحلاتنا اول باول وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة